السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدقشية اليوم رانا سيفر ستة سيفر ستة الفين وثلاثة عشر الدقشية حبيت نتكلم على هال الانتصار اللي استطاع الجيش السوري اني اكدوا في الميدان بتنظيف مدينة القصير اللي جاءت مقابل الحدود اللبنانية اللي كانت مستعملة يعني باش يسربوا ارهابيين واسلحات داخل سوريا باش يدمروا الدولة السورية ولهذا الانتصار هذا العظيم اللي كون الجيش العربي السوري طبعا كانت فيها كان معاه يعني بعض ال الافراد من المقاومة اللبنانية مقاومة حجب الله اللي تعتبر هذا هذا الجريمة اللي جري لتجري في سوريا حتى هي ثاني كذلك تهدد الوجود انتحم يعني كمقاومة في لبنان لان القصير جات يعني على الحدود بين سوريا ولبنان و إلا كان مدينة القصير يعني كانت دائما في قبضة هذا المجرمين كان حجب الله يكون يعني تقريبا يعني صعب عليه أن يتجول بين لبنان وسوريا بسهولة يحب يعني المقصود يحب يعني يقفلوا عليه الباب يقفلوا الباب على الإعانة اللي يجيه من من إيران والإعانة اللي يجيه من سوريا ضد الكايين الصهيوني لأن حجب الله تخل في حرب ضد الكايين الصهيوني عدت مرات وانتصر في حربه لأن الأسلحة يعني كان جايته من سوريا وجايته من إيران وهذا المجهود يعني الإرهابيين وهذه جبهة النصرة حاولوا يأكدوه ويتبتوه في عين الميدان كانت احتلال هذه مدينة القصير اللي جات على باب لبنان ومساهلة للإرهاب يعني دخل أسلحة ورجال وإرهابيين داخل سوريا الانتصار هذا الشعر للجيش السوري انتصار عظيم اللي تقريبا جعل كل الجهات محيرة أولا الكايين الصهيوني اللي كان معول على هذا الباب وثاني هذا التحلف السيطاني اللي جاي من قطر ومن السعودية ومن من تركيا ومن جهات عديدة إخوان المسلمين والوهبيين وجبهة النصرة وإلى آخره وحتى ثاني كذلك أمريكا والدول الغربية اللي كانت مسلحة يعني بكميات أسلحة يعني كبيرة جدا وأسلحة يعني أسلحة مطورة أكثر من الأسلحة اللي موجودة يعني ومستعم لما طرف الجيش العربي السوري ولهذا يعني الانتصال هذا اجعل فرنسا اللي كانت يعني طامعة أن اتدمر الدولة السورية يعني كما هي ودخل فيها إخوان مسلمين اللي سهلوا الأمر على الكائن الصهيوني في وجوده وعلى كل حال وزير الخارجية الفرنسي لورون فابيوس اتحرش يعني هذا ليامات يعني باش يخلق كذبة من الكذبات اللي استعملها كولين باول الأمريكي وحد الوقت ضد العراق وقال باللي كاينة أسلحة أسلحة دمار شامل مكسوبة من طرف الحكومة العراقية اللي كان مرئيسها يعني الصدام حسين ولهذا لقاوا سبها كذبة وهزموا على العراق ودمروه ولهذا يعني هذا التكالب من طرف فرنسا فيما يخص سوريا يعني تكالب يعني أكثر أكثر معقول ولهذا كتبت يعني مقال اللي حبيت يعني يكون مسجل ولهذا يعني ماذا بكم يعني تسمعوه والمقال هذا كتبت بالفرنسية بسم الله الرحمن الرحيم ابن بسم الله من الشيء من الشيء يمكن من الشيء من الشيء أن يمتلك من المتابع العامة عن المنزل التجاريبي سنوتي لسيحدة المتابعة في المنزل التجاريبي من الموضوع من الموضوع سواقع نعم من المعارضة بلوطان عامة يمتلك من المنزل يتبعوا أيضًا دوه وغاله يجب أن يسرسر بشأنك بخصصي بخصوصي برسالة كلمية تجب أن يسرسر بخصوصي 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 برسالة كلمة ورسالة مرة العالمين أقل قول أنه لسافقين الناس لن يجب أن أعطى أني أعطى بحثي الوحيدين في الدرسية في ترجمة السيدة في الجبهات العملية وشياء هذه المساعدة على البشرات المصرين أمام عميقيني لكولين فعل الإسراء تماما بصيفة من الراك وعندما يسرط على العملية وعندما يدعوه على تلميزة في النوم يجب أن يكون هذا المساعدة ليسيطرون على الإجابة المساعدة وفاوزي من حالة من السهل المعروفين أصدقائ إلكم التي حكرا بسيتيارات الس pleasورة الدبح. لذا، فهو خلق الإنساء. هم توضب الأولى، أكبر أو الأولى؟ كبنية الدولة سيائن، و هل تعرفت عموا؟ بكة المكان الغدات السماعة سيئرية؟ حينما؟ ويسايا؟ و الأجزاء التي أرغبت الواضعات السيئرية؟ وعدمًا التي يس podia فتحه وحكرة؟ قياة، جب الأمر، وعقر الزوجة، سوفوا مهموني، تساولون هذه الفاتريات بجرحة هم من المصنعات المنطقة تأتي إلى جانب الأسل تابعوا مناسبة لحظة الم شخصية من المنطقة الموض�� المنطقة المنطقة إلى جابت لاسر سيدًا bersіقى في المنطقة من المقبل الحانسل يكن من سنبات المنطقة لجوما سيده De cette façon, le jour après, que l'armée arabe syrienne avait, croyant avoir sécurisé ce village, avait encouragé ses habitants à le réoccuper. Les vaches, les moutons, les chèvres, les chiens, les poulets et même les oiseaux furent du lot des victimes restées sur place. La plainte du gouvernement syrien fut déposée au conseil de sécurité presque immédiatement. Ce que le responsable français a tenté de bloquer, par un moyen mensonger, d'un fait antérieur inventé de même nature, quelque part en Syrie, attribué au régime, sans que la date ni le lieu ne soit précisée, et il n'a pas été non plus rapporté. Cette vidéo tardive du journal Le Monde mettant en scène des comédiens terroristes dans la banlure de Damas, masqués contre un soi-disant bombardement par l'armée arabe syrienne avec des grenades chimiques, du gaz sarin, dont chacun peut savoir qu'une infime quantité de l'ordre du milligramme peut tuer un homme, les faisant parler comme ces médecins d'Alep, masqués en carnaval, alors que pour s'en protéger, il faut des blouses totalement hermétiques, les cheveux et la tête, et toute la surface de peau, hors de portée de ce gaz, inodore. Ce qui est montré est un mensonge cousu de fil blanc. Cela ne peut être mieux. Ce ministre français des affaires étrangères, maintenant avec l'âge, est devenu ouvertement sioniste, bien entendu. Entouré de Bernard-Henri Lévy et de Bernard Kouchner, il se doit de rendre compte au CRIP et d'être beaucoup plus talmudique que républicain. Lorsqu'on s'approche de Jéhovah, une espèce de calamité regardée sans être vue, et qui n'a de raison d'être que par l'humanisme français des siècles de lumière, qui a oublié les sectes et la présence de races supérieures, d'essence divine, de peuples élus, pendant que nous ne sommes que des animaux domestiques pour appuyer sur le bouton de l'ascenseur le jour du samedi. Eh bien oui. Nous arrivons à cette supercherie qui n'a finalement de qualificatif que diabolique. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.